أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظرا للخبرة العريضة التي تتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي بمقر إقامته بنيو داله سومانت سينها رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول التباحث حول التعاون مع شركة رينيو باور الهندية بشأن مشروعتها الإضافية في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة شركة رينيو باور الاهتمام البالغ الذي تليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة وإنتاج الهايدروجين الأخضر لسيما في ضوء دورها الرائض في العمل الدولي للمناخ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في نيودالهي جوتام أداني رئيس مجموعة أداني الهندية العالمية العملاقة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهدت تباحثة بشأن الأفاق الاستثمارية لمجموعة أداني في قطاعات البنية التحتية في مصر خاصة في قطاعات المواني والمطارات وأيضا مجمعة الطاقة الجديدة والمتجددة للشمس والرياح وشبكات النقل والتوزيع المرتبطة بها وأيضا مراكز البيانات وشبكات الكابلات البحرية والأرضية فضلا عن المناطق الصناعية لإنتاج الهايدروجين الأخضر ومشتقاته أدنت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين الفلسطينية ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاتداءات على المدن الفلسطينية والتي تهدد بخروج الأوضاع الأمنية في المنطقة الغربية عن السيطرة محذرة من تدعيتها الخطيرة على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة وأعدت مصر التأكيد على أن استمرار تلك الاعتداءات على الأرواح والممتلكات الفلسطينية يزيد من حالة الاحتقان ويقود من كافة الجهود التي تسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين قال المتحدث باسم الكريملان ديمتري بيسكوف إن بلاده تعتبر إرسال الولايات المتحدة ودول أوروبية أسلحة من بينها دبابات إلى أوكرانيا تدخلا مباشرا في الصراع وأضاف بيسكوف أن مشاركة واشنطن ودول الغرب في الصراع بأوكرانيا تزداد مؤكدا أن بلاده لا تفكر في تغيير وضع العملية الخاصة في أوكرانيا قال وزير الخارجيات الروسية سرجل أفروف إن الحروب الهجينة التي تشنها الدول الغربية لن تكون قادرة على وقف تطوير مراكز جديدة للقوات الاقتصادية والسياسية في العالم وأضاف أفروف أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب هو عملية موضوعية ولا يمكن إيقافها لافتا إلى أن الغرب والولايات المتحدة يحاولان عكس هذه العملية وتأهل فريق ريال مدريد إلى الدور النصف النهائي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه المثير على أتليتكو مدريد من نتيجة ثلاثة هدف مقابل هدف ضمن منافسات الدور الربع النهائية وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بهدف لكل فريق وفي الأشواط الإضافية نجح الفريق الملكي في تسجيل هدفين ليخطف بطاقة العبور ويكمل المربع الذهبية انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل